بدأ العد التنازلي وقرب خلاص عيد الثقافة المصرية على الختام 12 يوم من الثقافة الفن التفاعل الجماهيري حوالي 3 مليون زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب رقم غير مسبوق كانت سبب في حالة بهجة خاصة مع نفاذ كمان طبعات كتير جدا من العنوين لكبار الكتاب والمتقفين خلينا نتكلم أكتر على حصاد المعرض مع أستاذ محمد الفئي وكيل وزارة الثقافة رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة المصرية العامة للكتاب صباح الخير على حضرتك يا فندم نورنا في صباح الخير يا مصر أهلا بحضرتك صباح الخير على حضرتك وعلى مصر والوطن العربي وجمهور معرض القاهرة الدولي الكتاب صباح الخير يا فندم يعني طبعا في بداية ألف مبروك وألف مبروك لنا لأننا يعني بالأرقام اتأكدنا أن الشعب المصري ما زال يعشق القراءة بس برضو عند رد السويق كنا يمكن أنا وشازيكم نتكلم فيه قبل الهوى إيه سر الأرقام دي كلها؟ بس يا فندم الجمهور جمهور معرض القاهرة الدولي الكتاب بيصير دايما يأكد يعني تمييزه رغم أي تحديات يعني احنا يعني قبل كده جربناه في الدور الاستثنائية في ظل أزمة كورونا كان اقبال برضو مبهر جدا تحدي منه على الإصرار على القراءة والثقافة والكتاب الدورة دي في الـ 54 جمهور معرض القاهرة الدولي الكتاب بيؤكد ويرسخ ويصر على أن القراءة والثقافة والكتاب في نفس المصف مع الأكل والشرب لأن فيه أزمة اقتصادية عالمية في ارتفاع عام في الأسعار فطبعا كون الجمهور يصر على الإقبال بالشكل ده ده شيء مبشر جدا بيأكد على أن الشعب المصري عنده القراءة والثقافة زيها زي الأكل والشربة ما تقلش عنها في الأولويات فده شيء بصراحة يعني عظيم جدا بنحيي الجمهور عليه بسد محمد هل هذا المعدل طبيعي كنتم متوقعينه؟ لا بصراحة لا بصراحة لا فعلا يعني فاء التوقعات فعلا أولا لإقبال إحنا وصلنا للوقتي قربنا على الثلاثة مليون زائر بالمناسبة ده ما بيحصلش في أي معرض كتاب في العالم وأنا أظن يعني أعتقد أنه ما فيش حدث حتى مش ثقافية ما أعتقدش أنه فيه حدث يجمع الثلاثة مليون شخص في عشر تيام أو اثنشر يوم أنا لا أظن ده موجود في العالم ما أظن كده يعني أعتقد يعني بالإضافة إلى أن طبعا الأرقام إحنا الزحمة دي مش زحمة زائفة يعني مش إقباله خلاص لا ده فيه 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 اقتناء الكتب في بيع الكتب إحنا عندنا في جناح الهاية المصرية عامة لكتاب فقط تم بيع لحد اليوم العاشر تم بيع أكتر من مية وخمسين ألف كتاب عزيزي ده رقم لا يستهام به ده رقم بيؤكد مدى عظمة الشعب ده فعلا يعني ومدى وعيه وإدراكه بأهمية القراءة بس أكيد كمان يفن بجانب وعيه بأهمية القراءة أكيد كمان كان فيه عوامل أخرى كانت سبب في هذا الإقبال الكبير يعني فيه فعليات كثيرة جدا في المعرض في هذه النسخة إحنا كانت الاستعدادات يعني فعلا فيه فيه إضافات للاستعدادات مختلفة شوية طبعا عالي الوزيرة لإستاذ الدكتورة نيفيل الكلاني أطلقت مبادرة الثقافة والفن للجميع وعليها خصص الدكتور أحمد بهاي الدين رئيس الهاية المصرية العامة لكتاب جناح خاص بهذه المبادرة الجناح ده في بلازة واحد ما بين صالة واحد واثنين بالمناسبة لغاية إمبارح لغاية إمبارح عامل 107 ألف كتاب باية 107 ألف كتاب من خلال هذه المبادرة فقط فده طبعا من الحاجات اللي هي إحنا أعلننا عنها والجمهور كان داخل بيقبل عليها بشكل كبير بالإضافة إلى أن فيه بعض التسليلات الأضيفة زي دخول كبار السن مجانا ودخول زاوي الهمم وزاوي القدرات الخاصة مجانا هم وعائلاتهم ده طبعا يعني ساعد على تجهيزات كمان ليهم بنشوف الناس اللي بتقرأ اتجاهاتهم رايحة لفين فكنت عايزة عارف من حضرتك لو في إحصائية لتوجه جمهور القراءة المصريين هم راحين ناحية إيه بالزبط؟ إيه أكتر الأنواع اللي بتشدوهم؟ يا فندم جمهور القراءة المصري جمهور غني جدا ومتفرع جدا متفرع الاتجاهات بشكل كبير جدا إحنا عندنا بنعمل بنرصد الأكتر المبيع عندنا إحنا في الإصدارات الهيئة المصريية العامة الكتاب في إقبال كبير على سلسلة المصريات المصريات دي سلسلة بتصدرها الهيئة وفي سلسلة ما وسلسلة رؤية اللي بتصدرها وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة الأوقاف وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصريية العامة الكتاب إحنا وصلنا السنة دي في الدورة دي لمية وخمسين عدد إصدار من سلسلة رؤية سلسلة رؤية سلسلة يعني مهمة جدا بتوضح كثير من المفاهيم اللي قد يكون فيه حاجات مغلوطة منها عند الناس فدي بتصحح هذه المفاهيم سلسلة ما أي نوع من المفاهيم المفاهيم الدينية والمفاهيم والمجتمعية والخاصة بالتعاملات فدي سلسلة مهمة جدا سعر الكتاب فيها خمسة جنية مترجمة كمان للغات كتير بالإضافة إلى أن تم ترجمتها لأكثر من خمس ستة لغات وجاري الآن يعني بلغني من دقائق يعني أن طلبت في دول أخرى لسة مبارح يعني فلحنا لسة حتى ما تبلغناش بدها بشكل رسمي بس في دول أخرى بلغات أخرى طلبت ترجمتها برضا طيب بالنسبة بقى لليوم الختامي لو حضرك تكلمنا وتكلم أستاذ المشاهدين عن ملامح اليوم الختامي اليوم الختامي يعني بيبقى يعني خلاصة بكرة آه إن شاء الله إحنا طبعا بيبقى استعداداته كبيرة جدا الناشرين طبعا إحنا بنساعد كل المشاركين على الوصول لأفضل النتائج في اليوم الختامي طبعا إحنا كفريق عمل من الهيئة المسلمة عمل الكتاب ووزارة الثقافة بيبقى أولا فيه فعليات موجودة أيضا بكرة إن شاء الله وفعليات فنية ثقافية كل حاجة وبالإضافة إلى فعليات الطفل طبعا اللي ليه نصيب كبير جدا لحد النهاردة من أول يوم لحد النهاردة ولسه بكرة إن شاء الله فعليات كثيرة جدا للطفل حتى في اليوم الختامي طيب ده عظيم جدا أستاذ محمد هل كنتوا استعدادتكم كيف تقول أم مختلفة في أيام الأجازات طبعا أنا كنت هناك جمعة وسبت وشفت العادة أنا كنتش عارف أمشي فعلا يوم الجمعة بره في الماكن المفتوحة وجوه في الزواحة اتنين في الأجنحة لا الدنيا زحمة زحمة جدا جوه السبت يمكن أقل شوية حتى تقريبا يوم الجمعة كان فيه حصائي أنه وصل نصف مليون بس في يوم ده ده يوم الجمعة إمبارح كان ربعمائة وتمانين ألف ده أرقام ما بتحصلش في أي حتة يعني دي فعلا أرقام ما بتحصلش في أي فعاليات بالأرقام دي فيه ناس بيقولوا إزاي هو المكان ما يستوعب كده المكان إحنا بنفتح من عشرة صباحا إلى يعني في الويك اند تسعة مثلا يعني إحنا بنتكلم على 11 ساعة في 11 ساعة دي إحنا فيه جمهور بيتوافد وبيمشي وتوافد ويمشي إحنا الإحصائيات دي وفق الزائرين عدد الزائرين بالزبط بتذاكروا بأرقام وبكيو أركود يعني موضوع دقيق مفيش مجال للتهوين يعني مفيش مجال بالزبط إحنا بكل أرقام حقيقية ودي فعلا حقيقية يعني بخلاف أن التغطيات الإعلامية طبعا على مستوى العالم كله مبطية فعلا الوضع شايفين الجمهور عامل إزاي جمهور مبهج يعني فعلا زحام غير سايق زحام مبهج فعلا يعني ما تبقاش متضايق وحضرتك ماشي وشايف الزحمة دي أطفال شباب بنات رجالة كبار في السن ذوي قدرات حالة من البهجة في عرص ثقافي هو فعلا الأعظم على مستوى المنطقة بس على قد برضو ما الأرقام دي تساعدنا وزي ما حضرتك قلت مشهد مبهج ويفرحنا على قد ما ده بيكبر المسئولية برضو على عطق حضرتكم يعني مسئولية أكبر للدورة القادمة طبعا ويعني بيبقى دايما طور الوقت محتاجين نجدد نجدد في حاجات كتير جدا طبعا ظهرت حتى الآد ملامح للدورة القادمة هو زي ما حضرتك قلت النجاح ده بيضعنا في مسئولية الدورة القادمة فعلا احنا بنعمل استبيانات ومقارنات بين الدورات يعني احنا قائمين حاليا بنعمل ما بين الدورة الـ 54 والتلاتة اللي فاتوا التلاتة اللي فاتوا طبعا فيهم اتنين الاستثنائية اللي في يونيا واللي بعدها في يناير بعدها بستة شهور فاحنا رجعنا للعشرين عشرين عشان نقارن بين أربع سنوات مش بين ثلاثة احنا فجئنا بأرقام قياسية احنا كسرنا أرقام قياسية في مبيعات أعلى رقم مبيعات في تاريخ المعرض كان السنة دي لحد يعني يعني أعلى رقم مبيعات واحنا لسه فيه النهاردة وبكرة طبعا بالإضافة إلى عدد الكتب المباعة نفس الكلام احنا ده بقى ده بيؤدي إلى ان احنا عايزين نطلع لقدام نعلى ان شاء الله يعني في الدورة القادمة يعني ما ينفعش ننزل وطبعا معنا الجمهور وإحنا مراهنين بأعظم جمهور في العالم جمهور معرض قائرة للكتاب يعني فعلا احنا يعني منتظرين طيب أستاذ محمد حدق قلت دلوقتي ان كان فيه قنوات مش مصرية وسائل الإعلام مش مصرية بتغطي حدق رئيس الإدارة المركزية للتسويق زي ممكن نعتمد على ده وازاي كان فيه تواصل بينكوا قبل ما تدقى فعالية المعرض في نسخة الحالية لا هو التغطيات الإعلامية مش بالتواصل بشكل مش معنا احنا بإدارتي أنا ولكن احنا بيجيلي أنا يعني تقارير من خلال التغطيات للغير الناطقين بالعربية سواء صحف مصرية زي الأعرام ويكليل أعرام إبدو أو كده أو صحف أجنبي يعني مش متخيل حضرتك كم التفخيم والانبهار بالمعرض وبرواد المعرض وبفعلياته حاجة بجد يعني فعلا شيء يشرف احنا بجد يعني التعب اللي احنا بنتعبه بيزول تماما باللي احنا بنشوفه ده احنا بننقل صورة لائقة بنا وبلدنا من خلال هذا الحدث حاجة يعني نفتخر بيها قدام العالم كله في علمية هل ممكن تعتمدوا عليه بقى في التسويق؟ طبعا هو ده قريدي ده بيحنا بنعتمد عليه في التسويق كتسويق على نطاق الهيئة أو وزارة الثقافة بالإضافة إلى أن ده تنشيط سياحة احنا عندنا 53 دولة مشاركة فيها الوفود الرسمية المشاركين من خلال المشاركات دي بالإضافة إلى المقيمين في مصر من هذه الدول بالإضافة إلى التغطيات الأجنبية ده يا فندم ده تنشيط سياحة للبلد فعلا يعني فحدث كبير جدا اعتقد يا فندم أنه كل نسخة فيه صورة كده بنخرج بيها في أذهننا هي اللي بتفضل معلقة في ذكرتنا حتى النسخة اللي بعدها إيه الصورة اللي حضرتك خرجت بيها من النسخة دي مرد قريبا يا فندم الجمهور صورة الجمهور مش يعني مش عارفة مش عارفة هتروح من بالنا كلنا فعلا الجمهور بالأعداد دي لما يبقى الأمور ماشية بهذه السلاسة ما حصلتش أي مشاكل برضو خالص بالضبط خالص والله إحنا أولا إحنا بنعمل كل ما لدينا من إمكانيات لتسهيل ده بالإضافة لو إحنا بنعمل ده مع جمهور غير واعي غير مدرك لأ تعبنا ده يروح الفضل لأ أنا بأؤكد أن الجمهور المصري فعلا جمهور في منتهى الأرقي والإدراك والوعد ومدرك حجم ومدى وأهمية الثقافة فعلا يعني شيء مشرف وراقي ده يعني طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على المجهود اللي قمت بيه بشكل عام وأنا كنت يمكن معاكم في المؤتمر الصحفي في البداية وكنت برضو موجود في ندوة فالحقيقة مجهود كبير جدا بتقوموا به عشان يخرج المعرض بهذه الصورة بصورة تليق بالفعل باسم مصر وتليق باسم وتاريخ معرض القاهرة الدولية الكتاب شكرا جزيلا على حضرتك سيد محمد الفئي وكيل وزارة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة المصرية العامة للكتاب